السلام عليكم طلعبي العزة رجعنا لكم اليوم موضوع جديد من الدرس الثاني اسم الآلات البسيطة بالدرس السابق شرحنا موضوع القوة والحركة اليوم رح نشرح موضوع الآلات البسيطة رح نتعلم من خلال هذا الدرس الآلات البسيطة متنوعة وآلات البكرة تسهل إنجاز الشغل وآلات العجلة والمحور تستعمل في تحريك الأجسام ومنها الثقيلة اليوم رح نشرح موضوع الآلات البسيطة بالبداية أحب أعرف شنو الآلة البسيطة ناخد فكرة رئيسية عنها كنا نعرف أن الآلات البسيطة تستعمل بعض الآلات البسيطة كالبكرة والعجلة والمحور لرفع الأجسام الثقيلة أو تحريكها نجي على تعريف الآلات البسيطة تعريف الآلات البسيطة بخلوم منعلكم حفظة الآلة البسيطة هي عداد تساعد على إنجاز العمل بطريقة أسهل بطريقة أسهل منها رح تخلينا قادرين على نتغلب برفع الأفقال الكبيرة يعني لما أستخدم الآلة البسيطة رح تساعدني بإنجاز عمل يعني رح تسهل علي إنجاز العمل من ضمن الآلات البسيطة هناك أربع عنواع من الآلات البسيطة أول نوع هي العتلة والنوع الثاني العجو والمحور والنوع الثالث السطح المائل السطح المائل بنوعين الأسفين والبريمة أو اللولب والنوع الرابع من الآلات البسيطة هي البكر رح نجي نشرح العتلة العتلة تساعدني على تحريك الأشياء هذا العتلة العتلة تساعدني في تحريك الأشياء هذا أول نوع من الآلات البسيطة النوع الثاني العجلة والمحور العجلة هذه العجلة وهذا المحور هل نستعملها في نقل مواد البناء المنزل هذا العجلة والمحور Formula هذه العجلة هذا النوع الثاني من الآلات البسيطة النوع الثالث من الآلات البسيطة السطح المائل هذا السطح المائل هذا هو السطح المائل السطح المائل يساعدني على تحريك الأشياء صعودا السطح المائل يساعدني على تحريك الأشياء صعودا ومن نوعين اللي هو الأسفين والبريمة أو اللولب الأسفين يساعدين لاحظ أي يقطع أو يحفر ما قاعدين لاحظ الأسفين يقر نحن 2013 نجل على البريمة أو اللولب هذا البريمة أو اللولب كنا نرىها هيا هو سطح مائل ملفوف حول محور إذا قلنا الأسفين أما يقطع أو يحفر والبريمة سطح مائل ملفوف حول محور نجي على البكرة تستعمل لنقل إشياء الثقيلة هيا البكرة تستعمل لنقل إشياء الثقيلة ورفعها يأما نستعملها نرفع بها أشياء ثقيلة أو تستعمل للرفع فرح ندرس من خلال هذا الموضوع من خلال هذا الدرس البكرة والعجلة والمحور زين أجي هسا هنا يردنا ما العجلة والمحور أجعب العجلة والمحور العجلة والمحور هو يقول لما أفتح الباب من غرفة لما أفتح الباب من غرفة يشو حستعمل؟ رحستعمل آلة بسيطة لما نفتح باب من غرفة رحستعمل آلة بسيطة يشو حسميها الأجلة والمحور هاي الأجلة والمحور واحدها ما رح نستفاد منها إذا إلا كانت المحور هو الجزء اللي يمر بالعجلة المحور هو الجزء اللي رح يمر بالعجلة إذن مركز العجلة أجي على العجلة والمحور إيش رح يساعدني؟ رح يساعدني في حركة الأشياء رح يساعدني العجلة والمحور رح تساعدني في حركة الأشياء زي من خلاله رح يكون إلي تأثير بقوة بسيطة من خلاله رح يكون إلي تأثير بقوة بسيطة في العجلة لما أريد أفتح باب الغرفة المقبض مع تلباب إذن شا هستعمل من خلاله رحستعمل قوة وإحنا أخذنا في ذاك الدرس موضوع القوة إذن رح نستعمل عجلة والمحور لما نأركب الدراجة الهوائية رحستعمل هاي العجلة والمحور لما نأركب الدراجة الهوائية إذن شا استعملت آني استعملت العجلة والمحور العجلة والمحور يقول رح تساعدني في تسهيل الحركة العجلة والمحور رح تساعدني في تسهيل الحركة والعجلة والمحور وين تدخل؟ تدخل في تركيب السيارات إحنا ما نلاحظ العجلات الموجودة في السيارة العجلات الموجودة بالقطار الساعات همينة موجودة العجلة الدراجة الهوائية دولاب الهواء اللي موجودة بالمدينة الالعاب همينة هاي كلها معتمدة على العجلة والزين عندي هنا سؤال يقول أثبت عجلة مسننة بجانب بعضها وأحرط أحدهم راح الشرح تتحرك لما نقالت أثبت عجلتين مسننة وحدة بجانب اللخة الشرح أحركها أحركها باتجاه معاكس أحركها باتجاه معاكس أأخذ هنا البكرة احنا قلنا راح ندوس من خلال هذا الموضوع العجلة والمحور والبكرة أأخذ على البكرة احنا كلنا شايفين العلم العراق لمن يرفع يوم الخميس بالمدرسة شنو الشي اللي راح نستعمله اللي هي استعمال البكرة إذن أأخذ على البكرة البكرة يشنية؟ هي آلة بسيطة تستعمل لرفع الأجسام إلى الأعلى إذن هاي البكرة هي آلة بسيطة تستعمل لرفع الأجسام إلى الأعلى إذن راح تسهل العمل لأنه رايش بهها راح تغير من اتجاه القوة لما راح تسهل العمل راح تغير من اتجاه القوة إذن اش راح تتكون هاي البكرة؟ راح تتكون من ثلاث أجزاء هاي البكرة مكونة من ثلاث أجزاء اللي هي محور البكرة والعجلة والأخدود إذن مكونة من محور البكرة والعجلة والأخدود إذن الدور هاي العجلة لما يمر بها حبل أو سلسلة هاي العجلة راح تدور عندي لما يمر بها حبل أو سلسلة راح يستعمل البكرة لنقل الحركة إذن البكرة راح تستعملها لنقل الحركة إذن عندي نوعي من البكرة بكرة ثابتة وبكرة متحركة البكرة الثابتة والمتحركة بيش راح نستعملها؟ أول شيء البكرة الثابتة تستعمل لرفع الجسم إلى الأعلى البكرة الثابتة تستعمل لرفع الجسم إلى الأعلى لما أجي أسحب الحبل إلى الأسفل راح يتحرك الجسم إلى الأعلى إذن لما أجي أسحب الحبل إلى الأسفل راح يتحرك الجسم إلى الأعلى إذن لما إحنا احنا مثبتين البكرة في مكان وما نقدر نغير لا يتغير موضوعها عند رفع الأثقال إذن البكرة هاي الثابتة احنا مثبتينها في مكان وما رح نقدر نغير موضوعها عند رفع الأثقال عندنا سؤال افكر واجيب اي نوع من الآلات استعمل لدفع عربة نقل الماضى في مستشفى فيها سلم العتلة سؤال يقول اي نوع من الآلات استعملها لدفع عربة نقل الماضى في مستشفى فيها سلم العتلة العفو عجلة والمحور العجلة والمحور العجلة والمحور رح تساعدني بنقل المرضى ادفع العربانة لنقل المرضى room عندي نانا السؤال يقول أي نوع من الآلات البسيطة يمثل الملقط أي نوع من الآلات البسيطة يمثل الملقط العتلة هي تمثل نوع الملقظ شكله يشبه الملقظ شكله يشبه الملقظ إذن إحنا أرجع مرة ثانية الآلة البسيطة الآلة البسيطة أخذنا فكرة عليها أنه هي أدات تساعد في إنجاز العمل أدات تساعد في إنجاز العمل رح تسهل للعمل بطريقة أسهل وقلنا الآلات البسيطة مقسمة إلى أربع أقصام اللي هي العتلة والعجلة والمحور والسطح المائل والسطح المائل بنوعين اللي هو الأسفين والبريمة أو اللولد والنوع الرابع اللي هو الأخير البكرة إذن من خلال هذا الدرس تعلمنا أنه الآلات البسيطة هي آلات بسيطة متنوعة رح تسهل في إنجاز الشغل إذن العجلة والمحور نستعملها في تحريك الأجسام ومنها الثقيلة إذن هذه الحفارة تحتوي هذه الحفارة مجموعة من الآلات البسيطة متنوعة مثل البكرة والعجلة والعتلات إذن شنو أهمية الآلات البسيطة في حيث الأنسان تساعدنا في تسهيل إنجاز الشغل إذن نمجة مرة ثانية وياكم في درس جديد وموضور جديد إن شاء الله